اشتركوا في القناة اهلاً اهلاً بديكم اتفضلوا اهلاً وزعلنا الحمد لله الحمد لله جيناك عشان نسمع قصة جميلة من قصة ذكالشيغة الممتعة ان شاء الله يا بنا ان شاء الله المرة الفاتت يا جماعة قلنا انه الملك داود لانه كبر طلب من بعد مستشاريه انه يقوموا بالطقوسة اللازمة وينصبوا ابن سليمان ملك بدله على كل بن اسرائيل صادق اللي هو واحد من الاحبار وناثان النبي وبنايا والحرس الملكي الكانت حقياته ركبوا سليمان على بغلة ابوه الملكية واخدوه على عين جيحون وهناك صادق الحبر شال الجزازة بتاحت الزيت المخصص للمناسبات دي من الخيم اللي كان فيها صندوق العهد ومسح الزيت على راس سليمان وعزفت الموسيقى عالية بآلة خاصة للمناسبة دي والناس هدفوا يحيى الملك سليمان يحيى الملك سليمان يحيى الملك سليمان بعد ذاك رجعوا معاهوا للقدس وكانوا بيغزفوا الموسيقى ويعبروا عن فرحتهم لغاية ما أصواتهم هزت الأرض طيب يا أولادي هناك كان الناس المعزومين عن أدونيا انتهوا من الأكل في الوقت ذا سمعوا أصوات الناس في موكب الملك سليمان ولما يواب القائد العام للجيش سمع صوت الموسيقى دي قال ده شنو ده شنو لأنا سامو دا إيه هل حاصل الليلة في المدينة ده شنو تعال يا أيونسان يا ابن حبيبنا بياسك مرحبا انت زول عمين وبش الخير لا أنا أسف أنا أسف يا عزيزي أدونيا في الحقيقة جلالة الملك داود أدى الملك لأخوك سليمان ورسل معاه الحبر صادي وناثان النبي وبنايا والحرس الملكي هتحت قيادته وركبوه على بغلط الملك وعملوا له كل المراسيم وزفوه بالموسيغة ورجعوا إلى القدس فرحانين وكمان باقي ناس القدس يمضموا للاحتفال لغاية ما أصواتهم هزت المدينة كلها وده هو الصوت اللي انتوا سمعتوه أهام سليمان بن داود جلز على عرش الملك ومستشارين القصر دخلوا على الملك داود وهنوه وقالوا له الله يجعل اسم ابنك الملك سليمان امتداد أعظم لعسمك وعرشه امتداد أعظم لعرشك وبعد ذلك الملك داود يتعبط في سريره وشكر الله وقال تبارك المولى شعب بني اسرائيل الرزقني اليوم بردو المناسب يجلز على عرشي ونحي وهناك لما الناس كانوا معزومين عند أدونيا كلهم سمعوا الخبر وخافوا وقاموا تفرقوا ومشوا وأدونيا خاف من أخوه الملك سليمان ومشى للخيمة اللي كان فيها صندوق العهد ولجأ للمنصة اللي بتتقدم عليها الضبايح للحماية ومسك اتنين ميجابدة اللي بتشبه الجرون وقال يا جماعة أطلب من ملك سليمان يحلف لي ويدع حد لي إنه ما يتني وبلع الخبر الملك سليمان بأنه أدونيا خايف منه وتمسك بجرون منصة تقديم الضبايح عشان يحمي نفسه وسليمان لما زمع الكلام ده قال إذا كان أدونيا على الحق ما في شعره واحدة من رأسه هتسقط عن الأرض لكن إذا ارتقب خيانة مصيره هيكون الموت والملك سليمان بعد الكلام ده رسل جماعة لأدونيا وقبضوا عليه ونزلوا من المنصة ولما جابوه للملك سليمان راكع قدامه لكن الملك سليمان قال له يا أدونيا دلوقتي أمشي لبيتك لغاية ما نشوف سيدنا دقود عليه السلام لما شعر بأنه على وشك الموت نادى ابن الملك سليمان وقال له يا ولدي أنا دلوقتي على وشك الموت والموت طبعا مصير كل حي عشان كده أنا عايزك تكون راجل قوي وتتصرف بشجاعة يا ولدي أعمل بأحكام المولى إلهك ويتطبع طريقه المستغيم وأعمل بفرائده ووصاياه وشرائعه وإرشاداته زي ما نزل في التوراة على النبي موسى عليه السلام عشان تنجح في كل عمل تعمله وفي كل مكان تمشي ليه وبكده الله حيحقق وعده لي زي ما قال إذا زريتك ساره في طريقي بكل أمانة وإخلاص أنا حاج على الملكة اللي بيجلز على عرش شعبي بني إسرائيل يكون دايما واحد منهم رب نديك الصحة وطولة العمر يا أبي أنت عارف العمل فيني يواب الغايدة العام للجيش لما انتغم لأخوه وكتل كاتل الغايدة بنير وكمان كتل عماسة بن يفر بعد ذلك لأنه عينته في مكانه يواب غذر به وكتلهم الاثنين في وقت السلام وكأن الحرب مدورة هم اجرم ودمهم في رقبته عشان كده انت تصرف معاه بحكمة وما تخليه يموت بسلام وبرضو عايزك تتذكر شمعي ابن جيرا اللي هو من قبلة بن يامين كان بسكن في غريد بحريم لأنه يا ولدي شتمني شتايم كعبة جدا لما مشيت لي مدينة محنايم لكن بعد ذلك جوقا بني جم نهر الأردن واحتزر لي بشدة وانا حلفت ليه بإني ما أقتله لكن انت ما تسيبوا يفلق ولأنك انت راجل حكيم يا سليليمان هتعرف كيف تخليه يموت الميتة بيستحق أما أولاد برزلاجة العادي رحب بيهم رحب بيهم دايما وعاملهم معاملة طيبة وسمحة وكريمة وديهم مكان في مجلسك لأنهم وأبوهم كانوا ساعدوني وأنا حارب من أخوك لما كنت حارب من أخوك بشلوم لما تمرد وانقلب علي بعد الكلام دا سيدنا داود عليه السلام مات واندفن في مدينة القدس الكنت مسمية باسمه بعد ما حكم بن إسرائيل لمدة أربعين سنة منا ثلاثة وثلاثين سنة في القدس وسبع سنين في حبرون اللي هي مدينة الخليل حاليا وبعد ما سليمان ابن داود بيجا ملك جاء أدونيا اللي هو أخوه من أبوه في يوم من الأيام اللي بتشيب أم سليمان ولما شعفته قالت ليهو أدونيا ما لك إن شاء الله خير أيوة خير أنا عايزة تكلم معاك في موضوع موضوع كويس قول انت عارفة إنه الحكم كان مفروض يكون حقي كاني كون حقي أنا وكل شعب بن إسرائيل كان متوقعناه كون أنا الملك لكن اللي وضعي تغيرت وبيقى أخوي سليمان هو الملك وطبعا دا كان بعمر الله ودلوقت لي عندك طلب واحد أتمنى إنك ما ترفضيه طيب قولي طلبك شنو أنا عايزة تكلمي لي ولدك الملك سليمان عشان اسمح ليا تزوج أبيشد الشنومية لعني ملأكد إنه ما حيرفض لك طلب تتزوج أبيشد الشنومية خلاص كويس أنا حأكلم الملك بي طلبك دا وبتشيبة قامت مشت للملك سليمان عشان تتكلموا بالطلب بتاع أدونيا سليمان قام مستقبلها بنحناليها باحترام شرهد وقعدت على اليمين لما ارتحت شوية قالت ليه يا حبيبي عندي منك طلب صغير أتمنى إنك ما ترفضه أمري أطلبي وأنا ما حعرف طلبك يا أمي يا ولدي طلبي هو إنك تخلي أخوك أدونيا تزوج أبيشد الشنومية ولأنه حسب تعاليد شعبي بن إسرائيل كانت بتزوج واحدة من زوجات أو جواري الملك السابق بيكون في نظر الناس عنده الفرصة إنه يكون هو الملك ولأنه سليمان كان عارف الحقية دي استنكر كلام أمه وقال ليها ليه يا أمي ليه يا أمي أنت تطلب مني الطلب زيدا ليه بتطلب منها خلي أدونيا يتزوج أبيشد الشنومية أنت عارفة إنه أدونيا أكبر مني وإنه الحبر أبياثر ويوابع القيد العام للجيش بيأيدوه لما هو يتزوج أبيشد دمع أنه حسب التقاليد إنه مفروض يكون هو الملك لأنه الناس بيعتبر أبيشد الشنومية واحدة من جواري الملك داود لا 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 أبدا أنا متأسف أنا ما حاقد رافق على طلبك دا وخيبط الله علي إذا ما جبت خبر أدونيا بسبب طلبه دا أقسم بالله العظيم اللداني الملك بتاعه داود أبوي وسبتني فيه ووعدني بإنه يجعل حكام من بيتيه بالتسلسل أقسم بالله إنه أدونيا حيموت الليلة في نفس اليوم داك الملك سليمان رسل بناية رئيس الحرس الملكي لأدونيا عشان يقتل وبناية ماشي لأدونيا وفعلاً كتلوا طيب يا جماعة أنا بعد كده حقيف هنا في المرة الجاية من إذن الله ورصليكم تحية زروق أخريت؟ توماتر شيخ الدين ترجمة نانسي قنقر